موسيقى تحايا الصباح لكم مشاهدينا في كل مكان ويتواصل هذا المض الصباحي ونفتح أبواب الصباح على مواطن الجمال في هذا الوطن ونحتفي بموروثه الثقافي وبحضارته وبهذا الأرث الممتد للجمال والسياحة وهذه مشاهد من جبل أولياء في بلدنا حلوة موسيقى تغط منطقة جبل أولياء الواقعة جنوب الخرطوم في نوم عميق عندما بدأت كاميرا الشروق زيارتها للمنطقة ولكنها قطعا ستصح من نومها مع مدعبة أشعة الشمس لها والتي تحاول هي الأخرى طردا نعاس من عينيها بإرسال خيوطها الضوئية إشعارا بالشروق وهنا تبدو السماء صافية عند مدخل خزان جبل أولياء الذي تجول الطيور في فضائه كما تجول في خواطرنا أسئلة كثيرة من بينها كيف يمر يومنا هذا في منطقة الجبل ترقض على ضفة النيل مراكب الصيادين في انتظار القادمين باكرا لتنطلق بعدها داخل النيل يقف هذا الطير وكأنه يحرس مركب صديقه القادم ليستلم عنه فالهدوء هو الذي يسيطر على الضفاف هدوء ربما تعقبه حركة نشطة تملأ المكان ضجيجا وسخ فمنطقة جبل أولياء تمتاز بطبيعتها الخلابة ومناظرها الجميلة فهي قبلة للزوار يغضون فيها أوقات إجازاتهم سوق النساء العاملات يقع بالقرب من مدخل الخزان تقوم النساء بإعداد الشاي باكر للصيادين قبل النزول إلى البحر وينتظمنا في مواقع حددت لهن لبيع الطعام والمشرب أعداد كبيرة من الصيادين يتجاذبون أطراف الحديث مع تناول كوب الشاي الذي عادة ما تطلب معه الزلابية ويطلق السودانيون على هذه الطريقة في تناول الشاي بفك الريك فهي عبارة عن وجبة خفيفة عند الصباح بدأت حركة طفيفة تدب على ضفاف النيل وهنا أبحرت أولى المراكب التي استضطها الكاميرا وهي في طريقها بحثا عن الرزق ولكن ترى كيف تبدو الحركة عند مدخل الخزان بعد أن أعلنت الشمس إشراقها الكامل على الضفة الأخرى من النيل الأبيض تنتشر قرى قبائل الجموعية التي تعبر من الغرب إلى الشرق للتبضع فمنطقة جبل أولياء تعتبر أكبر سوق لهم لذا يزدحم الخزان بالعربات والمرة طوال الوقت تمتد بحيرة خزان جبل أولية من جنوب الخزان حتى مدينة كوستي في ولاية النيل الأبيض ويغدر مغزونها من الأسماك بحوالي 15 ألف طن المستقل منها حاليا 11.3 ألف طن سنوية ويعتمد إنتاج الأسماك داخل البحيرة على القطاع الخاص كما يعتبر خزان جبل أولية من مصادر الطاقة الكهربائية الهامة في السودان إذ تبلغ طاقته الإنتاجية 3.4 ميجاوات وتقوم هذه التوربينات المصفوفة بتوليد الطاقة الكهربائية داخل الخزان فهو يعمل داخل الشبكة القومية للكهرباء في السودان وقد استحدثت هذه التوربينات في وقت قريب بعد زيادة أعدادها وقد سمم خزان جبل أولياء من الحجارة وشيد في العام 1937 ليسد حاجة المياه بجمهورية مصر العربية حينها ويستفاد من الخزان الآن في رفع مناسب المياه خلف وأمام الخزان لري مشاريع للأبيض الزراعية ومشاريع الطلمبات شمال الخزان هذا إضافة لتنظيمه فيضان النيل وتسع بحيرة الخزان حوالي 3.5 مليار متر مكعب من المياه وظل يدبع فنيا وإداريا لجمهورية مصر العربية حتى تم تسليمه لجمهورية السودان في فبراير 1977 ولما كانت بحيرة الخزان واحدة من أكبر مصائد الأسماك في السودان تشهد المنطقة إقبالا كبيرا لشراء الأسماك بأنواعها المختلفة فالانتشار الواسع للصيادين داخل الخزان جعل منه السوق الرئيس لبيع الأسماك للمواطنين وانتعشت المنطقة بذلك وأصبحت مصدر رزق للكثيرين وهنا لا يبدو الانتظار مملا بعد شراء الأسماك فعمليات نظافة الأسماك التي يقوم بها الصبية تؤكد لك بأنهم أصحاب مهارات عالية أما الكبار فهي تبدو مهنتهم الأساسية ويجيدونها إجادة كاملة فمعظم الأسماك التي تخرج من النيل تذهب إلى المطاعم الكبيرة داخل الخرطوم والبعض الآخر منها يقوم تجار الأسماك بتصديره إلى داخل وخارج السودان ولكن هل تبدو عملية صيد الأسماك سهلة خاصة داخل بحيرة الخزان فإن الأمر يحتاج إلى مزيد من الخبرات داخل النيل خاصة منطقة شمال الخزان التي وصفت بأنها عميقة أكثر أعداد الصيادين داخل البحر ولهم جمعية تهتم بشؤونهم وتعمل على حل مشكلاتهم بعيدا عن الدوائر الرسمية فهم يمارسون الصيد الأسماك بالطرق التقليدية ترجمة نانسي قنقر